بسم الاب والابن الروح الكدس الى بعد امين مجدنة اكرامة لسه لسه كدوس الى اهنى استكمال المنهج الجميل بتاع اجتماعكم يوم الاربع اللي كله على الخدمة اعتقد سمعنا مواضيع كتير على الخدمة ويمكن موضوع النهاردة يعني ايه ممتع شوية لانه الكونكلوشن او النتائج كلها اللي تترتب على الخدمة والخاني وهي بركات الخدمة اللي مش عارف انه له بركة ولو عوض ولو مكافأة عندي يسوعي بغلطان يسوع هو مين بالنسبة لنا ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك الملوك ورب الأرباب ومالك على السماء والأرض وعنده الملكوت وعنده عطايا وجزيل في العطاء وساخي في التوزية شفتوا قد ايه لما يجي يدي جزيل في العطاء وساخي ايه في التوزية فاللي ما يزنش ان عنده اللي يزن ان مش هياخد مكافأة يبقى غلطان انه غني ولما اعطى الامثلة في كتاب مقدس اعطى امثلة عنه ان هو غني ولك وكان رجل غني وله وكيل مين هو الرجل الغني ومين الوكيل الغني هو ربنا اللي عنده الوكالة ومين الوكيل احنا قرناها من كم يوم لما لكم ولما يقول مثل وزنات شخص عمال يدي وزنات عشان الاخرين يربحوا يستسميروا يربحوا فيها يبقى هو برضو ايه بالبالة دي كده صاحب بيزنس ده احنا بتعبيرنا احنا ما ربنا مش صاحب بيزنس ربنا ده مالك الكون كل واللي اشتغل معه كسبان مش اللي يمشي معه فقط ده اللي اشتغل معه يعني طبعا احنا في ذهننا كل المكافآت اللي تخص الشخص المسيحي العادي ملكوت السماوات والااخر شخص مسيح على اسم ربنا يصال مسيح له مكافآت عشان كده احنا مسيحيين نؤمن به اكثر من هذا بقى مكافآت اللي بيخدم اكثر من الشخص العادي هقولها لكم في تلعة موادع كاتف كتاب مقدس بس طبعا الموادع كتيرة والاسباتات كتيرة وعد جميل ناس مش عجباني وناس مش فرحانة بيا ناس اتكلمت علي ناس ما بتشكرشي ناس ما بتحمدشي ناس مش عارف ايه اهو بعمل ومش سوري انا اسف مش طامر مش مهم ده كله مش مهم متخليش اتراجع ابدا ليه لان ياسوع بيقولي حيثما اكون انا يكون خادمي ايضا هتبقى في مكاني انا ومكاني ياسوع فين السماء عن يمين العظمة ومجد تلقى بمجد عظيم وهيجي بمجد عظيم وهيجي بمجد عظيم من اجل اللحظة دي يكافئ كل واحد على حسب ايه عمله يبقى ادي تاني واحد اول حاجة يوعد بوعد مباشرة حيثما اكون انا يكون ايه خادمي تاني وعد يكافئ كل واحد على حسب عمله يعني هيجي دي كل واحد على حسب تعبه على حسب جهاده على حسب بزله وهيدي بسخاء لانه كريم هو قلنا بقى في حتة الكرم دي القادي قال مين منكم ابنه يحتاج خبز يدي له حجر مش ممكن طب ولا يحتاج سمكة يدي له حية مش ممكن انت وبشر تعرفوا تعطوا اولادكم اعطايا حسنة ما هو الأب أب والأم أم نعرف ردي ولدنا عطايا ايه حسنة يهب ايه ملكوت السماوات ادي كرمو ادي كرمو ده تاني موضع تالت موضع قالها القديس بوليس رسول بالروح الكدس ما كان بيكلم تنميزه 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 قاله ايه بالروح كده جهدت الجهد الحسن اكملت السعي حفزت الإيمان ده بوليس ده عمل خدمات رهيبة ورائعة وكتيرة كتيرة الى الان بيخدم القديس بوليس الى الان بعد ما استشهد من اكثر من الفين سن بيخدم ازاي يعني برسيله بصيرته تخيلوا بقى بقى رح كنا بنتأمل في كلمة اللي قالها المسيح لو المجد كنت امين في القليل اكيمك على الكثير كان امين في الجهد بتاعه في التعب بتاعه على قد الإمكانياته وبذل على قد ما يقدر ربنا اقامه على الكثير اقامه على الكثير بعد ما جهد الجهد الحسن واكمل السعي وحفز الإيمان اخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهابه الله للذين يحبون اسمه ادي تالت وعد يبقى اول وعد حيسمى اكون انا يكون ايه خدمي تاني وعد قاتي اجراتي معه وكافي كل واحدة الحسب تالت وعدة قاله القديس بوليس اللي بيحب ربنا وبيجاهد وبيحفظ الإيمان وبيحفظ البر يحط عليه ربنا على راسه اكليل البر يهبوا الله يهبوا الله عطيه من عند ربنا للذين ايه يحبوا دي كلها بركات الخدمة احبا في بركات للشخص المسيحي بركات ومكفاءات وفي بركات للخادم اكتر بقى اكتر لانه عمال لانه فعال لانه شغال لانه بيبزل طب دي يا ابونا للبركات اللي في السماء صح؟ هل في بركات على الارض؟ اكيد في بركات على الارض مئة دعفة مئة دعفة في الارض بس مش بنشوفها كده في الماديات مش بنشوفها لانها مش ماديات خالص اه بركة يبقى الصغير يكفي ويفيد من دي بادي؟ في بركات على الارض احبا اللي بيشتغل في ايه؟ يقولك بالبلدي كده خبازي العيش بي ايه؟ بيدوقه صح؟ بيدوق العيش بيدوق العيش شغال مع مين؟ مع ربنا فبيدوق حلوة ربنا شغال في حقل ايه؟ الخدمة الروحي فبيدوق حلوة الروحيات هقولوكم بقى على امسين البسيطة هاي الموضوع ده لما عدت حضروك كنت موصود بي قبل بيقولك انت لما تصلي من اجل شخص وتقول له يا رب فلان يا رب فلان حتى لو قرأيبك يعني جوزي مراتي ابني حفيدي صحبي أمي أخويا بتصلي من اجل شخص مريض انتوا في الحتة دي وملاء جدا اللي بنشوف على المسبح وراء فلانة ومريضة وفلانة يعمل عملية وفلانة عاوز شغل في الحتة دي انتوا رائعين جدا 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 لما بتصلي من اجل شخص امام الله انت شفيع له انت شفيع تتشفع من اجل هذا الايه؟ الشخص فارتفعت لدرجة كده انك انت اصبحت شفيع فالخادم واخد بركة في الارض انه هو شفيع شوف ربنا بقى حبك شوف الحاحك واسرارك يشوف لجاكتك في الصلاة يشوف ايمانك وثقتك فيه ايه ده؟ ده شيئا حاجات حلوة قوي قد يكون لها بركات انا اللي بستمتع بيها اذا لما اصلي من اجل حد انا بستمتع انا بفرح لان انا قلبي معايا لان انا بثبت المحبة الحقيقة لديها اني ربنا ان انا اصلي من اجل حد طيب تعالوا بحتة تانية بقى لما حد يبوخ معايا بقى وزي انا قلت امثلة بوخ ده وكانش لطيف وقال اخر وانا احتملت استفدت لما استفدتش نفست وصية واحتملت وسعت قلبي وسعت قلبي لا ده هو صاحب عادي وانا مش خادم اواخد بالي ان انا خادم اواخد بالي ان انا صرت المسيح فمش عاوز اعمل حاجة وحشة فمسك نفسي بقى وقول يا فلان ما عليش سامحه يا فلان ما عليش فوت فلان ما عليش هو ضعيف وهو متحارب فخدت بركة الايه الاحتمال واصبحت شبه المسيح لان المسيح هو الايه احتمل 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 الزرم الايه الاشرار وبذل نفسه الايه للسياط وخديه للذين يبسكون عليه ودربونه والتمونه يبقى انا خدت بركة الايه احتمال انا اسمع عندي فضلت الاحتمال وكلما احتمل انا اقتني فضلت الايه الاحتمال بكل تفاصيل يبقى دي بركة مش بركة الشخص بقى اللي مش فاهم يقولك انتو جايبيننا كيسة تهزقون يعني او احنا في الكنيسة جاينا انا مش عايزيني الكنيسة دي نظرتنا كده تبقى ايه اوقات انا مش هاخدم لان النظرة بتبقى سطحية سطحية لا لا ده ابقنا الرسل اللي علمونا الايمان لما تهانوا وسطوا الشليم والضربوا والجلدوا قالك بس احنا وصلنا حصوا بمستأهلين ان يهانوا من اجل ايه الرب من كم يوم واحد بولادنا التعبانين صلولوا ربنا يا شفيه راح بعايتلي رسالة صوتية فيها اشتيمة واهانة انتو 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 انا انا مبسطة زي ما انتو كده مش هبل مني احباي ولا عبت يعني هو مسكين يا عيني وطو انتو حبيب ومش هزعل منك غاب ازبوع بعاتلي احتزار لسه بعاتلي احتزار النهاردة نبالكم انا خدت بركة مش بفتخر بنفسي ده انا فرحان زي ما بيقول ابونا سامويل تمالي فادي بركة الاحتمال يبقى اول حاجة بركة ان اكون ايه شفية فيشوف يسوح حبي وقلب الجميل واحساسي واحساسي بقيمة الانسان اللي محتاج صالة ده تانية حاجة اخد بركة الايه الاحتمال طب في حاجة تالتة وفي حاجات كتيرة بس احنا ناخد امثلة لو الزلام تبقى زور وطلعوا علي اشاعة وتكلموا علي وكتبوا في الفيسبوك وقالوا لبعضيهم ومش اعقلت بالحاجات دي بقت منتشرة تلوقتي فدي الادوات الشيطان حاليا ادوات الشيطان كان زمان الناس بققها فودان بقى كان زمان على قد كده الايه ثم ثم بعد كده اصبح التليفونات بقت تجيب البعيد ايش فلان وفلانة تلوقتي بقى على الايه على الملأ في العالم كله تروح للي في امريكا وفي استراليا وفي مصر وفي الصين وتروح للمعارف والغرب وكله شفت ما دي ادوات شيطان لبالكم اتصلمت واحتملت يحكم الرب للايه مظلومين ادي بركة كبيرة تانية اصبح ربنا هو اللي يحكم لك وهو اللي يدفع عنك انتم تصمتون رب ايه يدفع عنه وخدت اكليل ادي بركات الخدمة دي بركات يا حبائي اخر حاجة بقى نقول هرجع اللي فاته اقول اخر حاجة اول حاجة قلنا فيه وعود كتيرة في كتاب المقدس لبركات الخدمة ولكن هنركز على ثلاثة يسوع بنفسه ملك الملك ده كلام الهي كلام الهي وعد الهي لا يسقط ابدا حرف واحد من السماء يعني السماء والارتزولان حرف من كلام الهي زوج صح كده؟ حيثهم انا يكون ايه؟ يبقى البترك والاسكف والكهنة والشمامسة والخدام واللي بيقدموا الاكل واللي بنظفوا الكنيسة واللي في المكتبة واللي في الزرع واللي بيعملوا كل حاجة هيوفا كان مين؟ يسوع له المجل بس انا خلي بالي من حتة دي لازم قلبي بقى نقي عشان اخلي بالي من مكاني لا يأخذ احد اكليلك لا يأخذ احد ايه؟ اكليلك ده اول وعد تاني وعد قلنا هو كريم وقال ها انا اتي واجراتي ايه؟ وتخلوا بقى ربنا يا سوا مساء ها انا اتي سريعاً جاي عاوز ايه؟ يكفئنا بيحبنا واجراتي ايه؟ جاهزي كل وعد حسب ايه؟ تعبوا وقلنا القديس بوليس قال جاهدت الجاهات الحسن اكملت السعي حفظت الايمان واخيرا وقل على اكليل دول تلات وعود شهرين وفي وعود تاني ده اول نقط تاني نقطة قلنا في بركات في الارض ابقى شفيع ربنا يشوف الحلوة اللي في قلبي وتاني حاجة لو احتملت تالت حاجة لو ايه؟ اتظلمت ربح حاجة بقى واخر حاجة تلوقتي اللي اتنين بيحبوا بعد زوجو زوجو اخو 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 اتنين كده بنقول ايه؟ عالحلوة عالايه؟ عالمرة صح كده؟ هو ده الحب اللي بجد يعني؟ هو انت تعرفني وقت المصلحة وتسيبني يعني وقت الضيق؟ لا ما ينفعش كده محبة مفعش صداقة ما ينفعش علاقة ابدا ابدا لو احنا مع بعض احنا مع بعض وبلاقي الناس فيكم بقى انا عرفهم العشرين سنة الاسرة دي من تاتين سنة من خمسين سنة من ساعة ما جينا استراليا وعالحلوة عالايه؟ وعالمر اهو كده العلاقة مع المسيح عالحلوة وعالمر ايه بقى الحلوة والمر دي؟ الحلوة دي انه هو يهبنا حاجات كثيرة حبنا ويرعانا ويخفر لنا ويباركنا وهي لاخره والمر ايه بقى؟ الشدائد الشدائد بقى يبقى دي هبى ايضا وهبى لكم وهبى لكم هبى لا ان تؤمنوا فيهم فقط بل ان تتألموا طب يا ربي ياسوع المسيح انت فرحتنا بالحل اللي احنا عارفينه كل وهبت لنا الايه؟ المر ايه النتيجة بعد كده؟ ايه النتيجة؟ من يتألم معي يتمجد ايه؟ تصبر كده؟ وتحتمل وتطول بالك وتصق في ربنا تتمجد ايه؟ معه وكل صبر وكل صبر له ايه؟ بركة ونظرتم صبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب شفتوا ربنا قرموا ازاي؟ في الارض وفي السماء وقال لك من يصبر المنتهى في هذا ايه؟ وبصبركم تقتنون ايه؟ يبقى انا يا رب هقبل منك الحلو افرح به وتعزى به وقبل منك المر وصابر وشاكر وواسك انك تديني الامجاد لايه؟ وبركات بركات بركات في السماء وفين؟ في الارض يا رب اقبل خدمتنا يا رب يا رب ما ترفضناش يا رب يا رب خلينا نحب الناس من قلبنا ونقدمهم بعنينا وباخلاص زي ما تعلمتنا عشان تهبنا كل بركاتك لك القوة لك المجد الى الابد امين